الرقابة الإدارية كل التهنئة نهاردة مجلس النواب بيمنح السقة للسيد محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة أربع سنوات اعتبارا من إبريل القادم كان السيد محمد عرفان خلال الفترة الماضية نائبا يقوم بأعمال رئيس الهيئة ولكن النهاردة بيحظى بسقة مجلس النواب بناء على طبعا كان فيه تصويت وانه السيد الرئيس كان بعت خطاب لمجلس النواب بترشيح السيد محمد عرفان في منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة أربع سنوات ودكتور علي عبدالعالي رئيس مجلس النواب عرض هذا الأمر على المجلس واخذ تصويت وبالتالي أصبح ده طبقا طبعا لما تقضي به مادة 216 من الدستور ودكتور علي عبدالعال أعلن تعيين السيد محمد عرفان رئيسا لهاية الرقابة الإدارية بنهنيه ونهني كل رجال الرقابة الإدارية اللي بيبزله جهد وعمل كبير جدا من أجل هذا الوطن عندنا نهارده حلقة تلكم بارح عن أسعار السمك وليه أسعار السمك؟ لأنه لقيت الأيام اللي فاتت في برسعيت في دومياط في السويس في أماكن كتيرة بيتكلموا ومش هما بس لأ أي مكان بتنزل فيه قولك أسعار السمك بقيت نار حتى الأكل بتاع الأكل اللي هو سمك البلطي اللي هو أرخص حاجة البلطي ده كان كيلو ب 8 جنيه وب 7 جنيه و 15 ولما غلي بقى ب 20 جنيه لما غلي يعني النهارده البلطي وصل 35 جنيه اللي هو أكل مش هقول عليه غلبان أكل محدود الداخل أكل مين حضرتك؟ محدود الداخل بقى الكيلو النهارده بكامل اللي هو أربع سمكات ب 35 جنيه 35 جنيه حضرتك؟ الأسرة لو أربع أفراد عايزالها على الأقل على الأقل 3 كيلو بس مش هقول لك أكتر من كده 3 كيلو ومش هيجيب حاجة غير البلطي مش هيقدر يجيب حاجة تانية مش هيقدر يجيب أصلا إيه التاني اللي ارتفع؟ البوري البوري اللي كان تمنه 27 و 29 جنيه النهارده بتتكلم 55 و 60 جنيه البوري الماكارونا اللي تمنها كان 55 و 60 اتكلم النهارده ابدأ من أول 80 و انت طالع من ايه حضرتك؟ من أول 80 مش هكلمك على الكابوري ولا ههرب لها خالص الصبيط الصبيط كان ب 60 جنيه بقى النهارده ب 125 جنيه حد أدنى و لما تلاقيه أبقى أقول لي الاشر البياض وصل 70 جنيه الدينيس وصل 120 جنيه الأروس وصل 120 و 125 وفي أماكن 130 كمان طب عايزين أقول لكم على جنباري ولا بلاش حد نفسه يعني يأكل جنباري أصغر حجم 140 جنيه اللي هو يعني وقت لما كانت الدنيا بسم الله ما شاء الله مزهزيها كده كنت تحطه على الرز بتقدرش تأكله يعني يعني تخلطه بالرز ده 140 دلوقتي حدرتك ما ينفعش تأكل مع الرز إنه كده الرز دلوقتي بقى بستة جنيه ونص وتجيب عليهم كده فلا خلاص يعني أصلا مش هكفي فتعمل ايه حدرتك تطروح المتوسط بكام ده بمرتب 250 جنيه جنباري الوسط 250 جنيه طب الكبير وصل كام حدرتكو كبير وصل حدرتكو 450 جنيه ده حال ايه السمك البلد اللي عندها بحرين البلد اللي عندها نين البلد اللي عندها مزارع ده حال السمك فيها أما تيجي تسأل ايه يا جماعة فيه ايه يقولك أصله السمك بيتصدر بيصدروا بيصدروا استغربت بحكاية هو احنا أصدر ولا أكل البلد الناس الأول أنا معرفش أنا بقول لكم الكلام ايه هي الأولوية وشايفينه يعني سوق السمك ما شاء الله يعني ما فيش حق موضع للقدم محدش أصل ناس بتروحوا تمشي